السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم طلابنا العزاء سوف نتحدث اليوم عن تقسام الجهاز الهضمي لدى الإنسان يتألف جهاز الهضم لدى الإنسان من قسمين قسم يدعى السبيل الهضمي والقسم الآخر يدعى الغداد الهاضمة لنتعرف على أقسام السبيل الهضمي بالترتيب طبعا نبدأ بالفم واللسان والأسنان والتي توجد ضمن تجويف الفم ثم البلعوم حيث يعتبر بلعوم ملتقى للطريقتين الهضمية والتنفسية يليه المري وهو عبارة عن أنبوب عضلي يصل بين البلعوم والمعدة ثم المعدة وهي عبارة عن كيس عضلي يقع في الجهة اليسرى من تجويف البطن تليها المعى الدقيق ثم المعى الغليظ ثم الزائدة الدودية ثم المستقيم ثم الشرج نتعرف الآن على الغداد الهاضمة تألف الغداد الهاضمة من الغداد اللعابية الكبد وهو يعتبر أكبر الغداد الهاضمة يقع في الجهة اليمنى من تجويف البطن الغداد المعدية المعثكلة أو البنكرياس وعبارة عن غدى وردية اللون تقع خلف المعدة ثم الغداد المعوية هذا كان موضوع درسنا لهذا اليوم أتمنى منكم متابعة الفيديو بعناية وحفظ الدرس وحل المظيفة الموجودة على الصفحة 17 كان معكم المعلم موسى حج رمضان ألقاكم في دروس لاحقا إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر